لقد عرض الهم ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم عرض له من الهم ما لم يعرض لأحد حتى إنه صلى الله عليه وآله وسلم مشى في الأرض لا يعرف إلى أين يتجه في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ما أشد يوم مر عليك قال كان من أشد ما مر علي حينما عرضت نفسي على ابن عبدي يا ليل فأبى الإسلام والدين قال فطفقت على وجهي أمشي لا أعرف إلى أين أتجه فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يصل قرن التعالب على طريق الطائف حتى إذا أظلته سحابة فوق رأسه نظر فإذا جبرايل عليه السلام ومعه ملك الجبال برسالة من ربه ولكنه صلى الله عليه وسلم غلبت شفقته فأبى أن يطبق على أهل مكة الأخشبين إذن أيها الإخوة هذا الهم والحزن لو سلم منه أحد لسلم أنبياء الله وأصفياؤه وأخلاؤه منه ولكن لم يسلم منه أحد لذلك فإن المؤمن عندما يعرض عليه شيء من هذا الهم والحزن فإنه يعالجه بخلاف ما يعالجه به غيره فأول ما يعرفه المسلم عندما يعرض له هم أو حزن يعرف أنه ليس وحيد دهره ولا فريد زمانه بهذا الهم بل ما من امرئ في الأرض إلا وعرض عليه هذا الهم غنيا كان أو فقيرا برا أو فاجرا فالمؤمن والكافر سواء في الألم في الهم وغيره ولكن المؤمن يخالف غيره حينما يعرض عليه شيء من ذلك بأنه يعالجه بأمور ويتداركه بأشياء ليست لغيره المؤمن إذا عرض له هم أو حزن عالجه بما جاءت به السنة وهي أمور الأمر الأول بالإيمان بالقضاء والقدر روى الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بالقضاء والقدر يزيل الهم والحزن وذلك أن المؤمن إذا عرض عليه شيء من الهم أو الحزن فإنه يتذكر فإنما فات إنما كان بتقدير الله عز وجل ولا يمكن أن يرد بحرص حريص ولا بمن عمانه لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقل لو فعلت كذا لكان كذا فإن لو تفتح عمل الشيطان إذا أصيب المرء في بدنه أو فقد عزيزا عليه أو جاءه شيء من عوارض الدنيا ففوت عليه مالا أو أمرا من أموري هذه الدنيا عرف أن الله عز وجل كتب ذلك وعلمه قبله وقدره وأراده وشاءه سبحانه وتعالى فكان إيمانه بالقضاء والقدر سببا بترييح نفسه وإراحتها من هذا الهم الذي سيعرض عليه وأما همه فيما سيأتي فإن المؤمن لا يهتم لما سيأتي لعلمه أنه مقدر بتقدير الله عز وجل وأن الأفعال إنما هي أسبابه لذلك المؤمن مؤمن بقضاء الله وقدره ومستبشر وفرح بما سيكون عليه غده أكثر من يوم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر